ما تزال المحاكم الخاضعة لسلطة الميليشيا في صنعاء مستمرة في شن حربها على الصحفيين حيث أكدت مصادر حقوقية محلية قيام ميليشيا الانقلاب بإعداد ملفات اتهام بحق عشرة صحفيين مختطفين لديها قالت المصادر إن الميليشيا تهدف من تجهيز ملفات الصحفيين المختطفين في سجن الأمن السياسي بصنعاء تحويلهم للنيابة الجزائية خلال الأيام القادمة وبحسب مصادر مطلعة فإن الصحفيين العشرة المتوقع إحالتهم لمحاكم الانقلاب يواجهون تهمة العمل لصالح دول أجنبية كانت الميليشيا الانقلابية قد وجهت ذات التهمة للصحفي يحيى عبد الرقيب لجبيحي الأربعاء الماضي مصدرة حكما عليه بالإعدام بعد أن اختطفته من منزله في سبتمبر من العام الماضي مديرة مكتب الشرق الأوسط بمنظمة براسلون بلا حدود لكسندر الخازن وصفت الحكم على الجبيحي بالمحاكمة الجائرة قائلة إنه ينطوي على انتهاك صارخ للقانون الدولي وكشفت منظمة بلا حدود في تقرير لها عن تلقي الصحفيين صنوفا قاسية من المعاناة داخل سجن ما اسمتهم المتمردين الحوثيين مشيرة إلى أن الميليشيا تمنع حتى زيارة أقاربهم وتزويدهم بالأدوية والملابس يعتبر الصحفيون حكم الإعدام الصادر بحق الصحفي يحيى الجبيحي بمثابة تصفية جسدية بينما يتخوف آخرون من قيام الميليشيا بتصفيات جسدية لزملائهم المختطفين منذ 12 شهرا تحت ستار المحاكم الجزائية المختطفة أيضا